أهلا بكم خلال لقاءه الأسبوعي بالحجاجي في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان أكد قداسة الباب فرانسيس لجموع الحاضرين من العراق والأردن وكل أرجاء العالم أن قراءة الكتاب المقدس لا تكفي بل أننا بحاجة إلى فهم معانيه والخروج من حدودنا الذاتية لملاقات الله وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يواكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثاً ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس في تعاليمه حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل تكلم البابا اليوم عن الشماس في لبوس الذي انطلق بحماس مدفوعاً من الروح القدس على طريق مهجور وخطير ليلتقي بالحبشي الذي كان يجلس في مركبته ويقرأ الأنشود الرابعة لخادم الرب من سفر النبي أشعياء أوضح البابا أن الحوار بين فلوبوس والحبشي يجعلنا نفهم أنه لا يكفي أن نقرأ الكتاب المقدس فنحن بحاجة إلى فهم معانيه والعثور على العصارة من خلال تجاوز القشور فكي يدخل الشخص إلى عمق كلمة الله يجب أن يخرج من حدوده الذاتية لملقات الله والتشبه بالمسيح الذي هو كلمة الآب الحي إنه ذاك المسيح الذي بفصحه يضيء التساؤل الوجودي للحبشي ولكل إنسان محبط أو مهمش ليرى في يسوع رجاء الميلاد الجديد واختتم البابا طالبا من الروح القدس أن يجعل المعمدين أشخاصا يعلنون الإنجيل لجذب الآخرين لا لأنفسهم بل للمسيح أشخاصا يعرفون كيفية جعل الآخرين أحرالا ومسؤولين أمام الرب والآن تحياتي البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية رضي لل reversed العين لعبنية الدع مشابتين العربية ما يوضي ThGrطازين الذين من الريد ذلك من داخل الآخرين الآخرين بسمه الجديد للخير ليص букв примерно الأمر عدد عليها الأخير المعمدات الجديد للحمية النign sido الوثور مليا verfلiana una صلى الله عليه وسلم كانت سن جرولام كانت عن المهمة وضعاتب المهمة وإن المهمة. الأنبال لكي يمبرك ونحن سن جارينا أتركوا على المتحدثين في العربية وحسن في أجميع المتحدثين من العراق ومن العردن ومن الشرق الأوسط من المستحيلين من يجب المساعدة للرب لنا أن نفهم الكتاب المقدس بعمق والعكس صحيح أيضا فبدون الكتاب المقدس تظل أحداث رسالة يسوع وكنيسته في العالم غير مفهومة وقد كتب القديس إيرينيموس بحق أن نجهل الكتاب المقدس هو أن نجهل المسيح ذاته ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير